موسيقى موجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم أطلقت الشرطة الغاز المسيل الدموع على أعداد من المتظاهرين بالخرطوم بموقف جاكسون قبالة كبر الحرية وأغلق المحتجون مدخل كبر الحرية بالكامل وجميع الطرق المؤدية إليه احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية مطالبين برحيل الحكومة لعجزها عن توفير مقومات الحياة كما يعيش المواطنون أزمة حادة في الوقود والخبز وندرة في ارتفاع تعريفة المواصلات وغلاء السلع الاستهلاكية بعد قرار الحكومة بتحرير الوقود أمرت محكمة طعون الإدارية بالخرطوم أمسل إثنين بوقف تنفيذ قرار النائب العام القاضي بإيقاف خمسة من وكلاء النياب عن العمل بعد مطالبتهم بإيقالته وكان نادي النياب قد تقدم بطلب إلى المجلس السيادي طالب فيه بإيقالة النائب العام تاج السر الحبر متهما إياه بارتكاب مخالفات ترقى إلى الجنائية بالإضافة إلى خلطه المواقف السياسية مع العدلية وتجيير النياب العام لتنفيذ أغراض سياسية وهو ما قابله الحبر بإجراءات فصل طالت خمسة من أعضاء النادي قبل أن تقوم محكمة الطعون أمسل إثنين بإعادتهم للعمل أعلن نادي النياب العام دخول وكلاء النيابات في عموم السودان في إضراب عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثة ولغاية الخميس قال نادي النيابة إن الإضراب يأتي للمطالبة بإيقالة النائب العام تاج السر الحبر من منصبه بعد ارتكابه مخالفات جنائية وضاف النادي أن جميع الوكلاء في السودان أعلنوا استجابتهم للإضراب كما هنأ النادي وكلاء النيابة الذين تمت إعادتهم للعمل بعد أن رفضت محكمة الطعون قرار النائب العام بفصل وكلاء النيابة الزرست تجمعات مدنية بيانا حول تكوين المجلس التشرعي أوضحت فيه أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يمثل جميع قوى الثورة وبالتالي لا يعبر عنها وقالت التجمعات في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي عقدته بدار أساتذة جامعة الخرطوم إن المجلس المركزي بهذا الوصف غير مفوض للانفراد بتكوين المجلس التشرعي ولا مؤهل لتمثيل أثوار جميعهم وأضح البيان أن التعديلات التي تم إجراؤها على الوثيقة الدستورية بغرض تضمين اتفاقية سلام جوبا من شأنها خلق أزمات قد تدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية لا داعي لها نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة